هو فيه ثلاث حاجات لو سمحتيلي في الصلاة الشيء الأول وهو لما كان في ألمانيا النازية كان فيه مفهوم أساسي اسمه تورد فهرر يعني بمعنى إيه؟ إن كنتي الفهرر اللي هو هاتلر أياميه إن كنتي بتحاولي إن كنتي تشوفي إيه اللي يبسطه فبتعمليه من أجل الزعيم؟ من أجل إرضاء الزعيم أو الوصول على ابتسامة منه أو يدعوكي لمؤتمر أو يسلم عليكي أو إلى آخر فتعمل له فهو مش طيق مين وتدي له فهي حالة تخمين يعني هي قمة النظام الدكتاتوري أو جمهوريات الخوف هي إن الناس تشارك في محاولة تخمين رغبات الزعيم وتنفذ له رغبات أحيانا لم يطلبها ففي حد يقول إنه هو سمع في ركن من الأركان إن زكريا عزمي مثلاً أو إنه ما عرفش مين جم قال إنهم بيطق شهالة سرحان وبالتالي في حد سمع ده فيتطوع إنه هو يضرب عربيته كنتي ماشي متمنياً أن يحصل على رضا الفهر أو الدكتاتور أو فده أول حاجة ده وصلنا للمرحلة دي إحنا تقريباً أو مرحلة الغرور دي والاكتمال الدكتاتورية واكتمال جمهورية الخوف تقريباً مع انتخابات 2005 أعتقد وصلت حالة الغرور والأمور المطلقة لحظة دكتور أهلا أنه على فكرة يعني بعد الناس يفسروا أن ثورة 25 يناير قامت لأنها لأن الناس فاض بها كيل وانتهي لا أنا قلت إنه مبارك نظام مبارك قبل أن يسقط سياسيا كان سقط أخلاقيا سقط أخلاقياً قبل السقوط السياسي كان هناك سقوط أخلاقي مروع رآه كل الناس يعني زي سقوط الإمبراطورية الرومانية يعني لابد دائماً بفجور يسبق السقوط السياسي سقوط أخلاقي بفجور بالظهر وده ابتدى عندنا في 2005 بدأ يمكن تخديها من في لحظات كده دي حاجات الناس ما بتقبلهاش يعني مثلاً ما تلاقي إنه في 2001 ميتوا في عرض البحر في العبارة ومبارك وجماعته بيتفرجوا مباراة في نهاية أفريقيا هو أسرته وبسقفه استهانة عظيمة بمشاعر الشعب يعني شعب حزين في حالة حزن شديد وهو يحتفل في مباراة كرة قدم وأخذ مع اتحاد الكورة وأخذ مع اللاعبين وأخذ مع الناس في هذا الاتجاه المنحط من الإساءة لمشاعر المصريين الطبيعي أخذ مع الناس في هذا الاتجاه المنحط